هذا وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا في ساعة متأخرة من مساء أمس لمناقشة الأوضاع في لبنان في ظل العضوان الإسرائيلي المستمر على قرى وبلدات الجنوب اللبنانية بدورها حثت وكيلة الأمين العام لشؤون السياسية وبناء السلام روزميري دي كارلو حثت إسرائيل على الكف عن قصف لبنان وصحب قواتها من هناك هذا وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب على كل الأطراف في لبنان أن تلتزم بوقف القتال وبقرارات مجلس الأمنة كما أشارت دي كارلو إلى أن قوات حفظ السلام في لبنان يونيفل تتعرض لمخاطر كثيرة جراء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله نافتة إلى أن أمنة وسلامت قوات يونيفل في خطر متزايد